للحديث أكثر حول تحركات البورصة المصرية ينضم إلينا من القاهرة حسن قناوي مدير تنفيذ مبيعات المؤسسات بشركة اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات أهلا بك بداية تحركات إيجابية نجدها على المؤشرات المصرية التي تستكمل التحركات الواضحة منذ بداية هذا الأسبوع وأيضا الزخم والسيولة القوية التي تدخل على الأسهم القيادية وأبرزها التجاري الدولي التي شهدناها في جلسة تداولات يوم أمس كيف برأيك هي تمركز حركة السيولة في الفترة المقبلة ستكون على الأسهم القيادية؟ صباح الخير أولا هو طبعا الفترة الرابع الرابع في العام الذي نحن فيه 20-22 شهد أخبار سعدت كثير قوي أن السوء يتحرك تحرك قوي مبدايا موافقة الاتفاق مع سندوي النقد الدولي زي ما حكو ذكرت من شوية ثانيا تحريك سعر الصرف في البنوك كل دوة تساعد شوية نحن شفنا تحرك قوي في السوء في أسهم من القيادية الأسهم التي تقدر تتعامل في الظروف الحالية مدفوع طبعا من شراء المؤسسات المصرية كجزء كبير منه في الفترة اللي فاته في المؤسسات الخارجية الجزء كبير جاي من الأسواء العربية كسيولة نقدية حصلت في الفترة اللي فاته السوء يشهد طبعا الفترة دي سيولة كبيرة حجم تداول كبير في أول مليار ابتدنا نشوف أول مليار ونص المليار 800 اللي فاته من أول الشهر طبعا السوء مدفوع فعليا بالأسهم القيادية اللي هي بتمثل أوزان كبيرة في مؤشر الاجي اكس تيرتي اللي تحرك تقريبا أكتر من 20% في الفترة القصيرة اللي فاته دي نتيجة الأخبار شوفنا أسهم في الاجي اكس تيرتي أدت أداء كويس جدا ووصل أداءها إلى 50% ربحية زي السهم شرية الدخان زي سي اي بي الأسهم القيادية فعليا هي اللي قتليها الدور الكبير في الفترة اللي فاتت نعم ده نتحدث على المستويات الفنية الآن ننامس ونختبر المستويات الـ 12.700 نقطة إلى أين من ممكن فنيا للمؤشر وفق هذه المستويات الجديدة؟ والله المؤشر دلوقتي هو مش هنتكلم فيه فنيا قد ما هنتكلم فيه على أرض الواقع هو إحنا متأثرين بالحركة الفعلية للدولار في البنوك طبعا إحنا محتاجين نشوف أكتر تدبير أكتر موارد أكتر سيولة دولارية في البنوك دي هتساعد أكتر أن الشركات تشتغل المصانع تشتغل يبتدي نشوف دخول مواد دخام أكتر الربحيات إحنا بتدينا نشوف ربحيات للشركات في الكيو الأخير دوت أو الكيو الثالث لأنه طبعا لسه الكيو الأخير مخلص الكيو الثالث من السنة ربع للرائع الثالث من السنة بتدينا نشوف ربحيات هيلة في الشركات في أداء الشركات طبعا معظم الشركات اللي بتصدر هي كانت مستفيدة جدا من حركة العملة الفترة اللي فاتت الشركات حتى النهاردة بقية الشركات كله استفاد من تحريك السعر الصرف ومن الاتفاق مع السندوق نتيجة السيولة اللي حصلت في السوق فالشكل العام بيقول ان السوق متماسك مش هيحصل فيه نزول اللي كنا مشوفه قبل كده لا بالعكس احنا ممكن يبقى فيه جزء شوية جاني ارباح نتيجة الصعود الكبير بس حاجة من كانت في جزئيات صغيرة جدا يعني نشكرك حسن قناوي وأنت مدير تنفيذ مبيعات المؤسسات بشركة اتشي سيل لتداول الأوراق المالية والسندات كنت معنا من القاهرة شكرا